اشتركوا في القناة كانت المنطقة ساحة من الفوضى فقد تجمهر الآلاف من أنصار الرئيس اليميني السابق جاير بولسونارو أمام مبنى الكونغرس والمحكمة الدستورية والقصر الرئاسي الكثير منهم كان يرتدي قميص المنتخب البرازيلي ويهتفو ضد الرئيس لولادا سيلفا الذي بدأ مهام منصبه منذ أسبوع واحد فقط ثم قام المتظاهرون باقتحام المباني فتدخلت الشرطة الفيدرالية بالغاز المسيل للدموع للسيطرة على الوضع المشهد هذا توقعه الكثيرون بعد الانقسام الذي أحدثته الانتخابات الرئاسية في أكتوبر العام الماضي حينما هزم لولا بولسونارو وأنشأ العديد من مؤيدي الرئيس السابق معسكرات في مدن بأنحاء البرازيل بعضها خارج ثقنات عسكرية مطالبين بتدخل الجيش وإجراء انتخابات جديدة قائلين إن الانتخابات سرقت منهم من جانبه أكد لولا أنه ستتم ملاحقة المقتحمين ومعاقبتهم واصفا إياهم بالمخربين الفاشيين جميع هؤلاء الأشخاص سنجدهم كلهم وسيعقبون جميعا وسيتعلمون أن الديمقراطية التي تتيح لهم حرية التعبير تطالبهم أيضا باحترام المؤسسات الديمقراطية بولسونارو من جانبه أدان الاضطرابات التي حدثت وقال في تغريدة إن المظاهرات السلمية بشكل قانوني هي جزء من الديمقراطية أما أعمال النهب والغزو للمباني العامة كما حدث اليوم فهو انحراف عن القاعدة طبعا ربما ما أجج الأوضاع أكثر هو رفض بولسونارو مرارا قبول خسارة الانتخابات وغادر البلاد الأسبوع الماضي بدلا من المشاركة في مراسم التنصيب التي كان من المفترض أن يسلم خلالها وشاح الرئاسة في الوقت ذاته لولا دا سيلفا الذي شغل فترتين رئاسيتين قضى أيضا فترة سجن لنحو عام ونصف بتهمة فساد ويرى كثير من البرازيليين أنه من المخزي أن يعود إلى القصر الرئاسي بعد فترة سجنه رغم أنه تم إلغاء إدانة لولا في وقت لاحق وتم تبريئته للترشح للرئاسة مرة أخرى وطبعا أثار اقتحام البرلمان إدانات من شتى أنحاء العالم من بينها من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف الأحداث باعتداء على الديمقراطية وتعهد بدعم واشنطن الكامل للمؤسسات الديمقراطية البرازيلية وفي ظل الفوضى التي حدثت أصدر قاضي المحكمة العليا قرارا بوقف حاكم العاصمة برازيليا وهو حليف لبولسونارو وذلك لوقفه عن عمله بسبب الإخفاقات الأمنية التي وقعت في الوقت ذاته تجمعت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة عند مخيم لمؤيدي الرئيس السابق أمام إحدى الثكنات العسكرية في العاصمة في الوقت الذي بدأ فيه بعض المحتجين بجمع أغراضهم والرحيل طبعا ربما استعادت برازيليا الهدوء الآن لكن الانقسام السياسي ما زال موجودا شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها